سيموسفى بن جعفر في اخر تسريحات قلت نحكيه توا على دور المجلس التأسيسي اليوم قلت انتي وعلاقتها بحكومة السيد المهدي جمعة وشوي اخر بش نحكيه وعطينا رأيك في حكومة السيد المهدي جمعة قلت اللي الحكومة هذه تحت رقابة المجلس التأسيسي ورقابة الاعلام هكا انتي قلت يعني انتي اليوم تعطي المجلس التأسيسي دور جديد دور رقابة للحكومة ولكن ما يظهر لكش هذية خروج عن دور المجلس التأسيسي اللي هو كان سيغة الدستور فقط بالعكس هذية كلام نسمعوه ديما هو غير صحيح يعني غير مطابق للواقع المجلس الوطني التأسيسي فما ناس تصوروه بش يعمل دستور وما يعمل كان الدستور ويكمل في عام أولا هذية نسمعوا شوية رجال القانون شي يقولوا ومثلا ماشي حتى دليل أو حجة قانونية تسمح بالكلام هذية هو كلام سياسي متاع أطراف سياسية اللي متقيقة الأولى حبوا هالتجربة هذية تكون أقصر تجربة ممكنة لأنهم في واقع الأمر ربما ما كانوش مرتحين في قلوبهم بنتائج 23 أكتوبر 2011 لكن ما قالوش هذية بكل صراحة شدوا في المسألة لا أطراف سياسية المعارضة يعني أغلبها في المعارضة ومن الأسبوع الولاني حكومة سيحامادي جبالي من الأسبوع الولاني قالوا لها فاشلة ويزمها تتنحى وتخلي بلسطها الغيرها إلى غير ذلك هذا الواقع المجلس الوطني التأسيسي هو قام بثلاثة مهام على الأقل المهمة التشريعية المهمة الرقبية بالنسبة للحكومة أنت قلت لي باش نبداوه مناش باش نبداوه أحنا نراقبه الحكومة أحنا راقبنا الحكومة منذ البداية وقدش من اللقاءات مع الحكومة واللقاءات كانت مبرمجة واخذتنا جانب لا بأس به من الوقت ونحب نهوني نقول وأن هاللقاءات مع الحكومة والمهمة الرقبية هي كانت زادت على الضغط المعارضة لأن ما كناش نتصور والمعارضة بالأساس ما كانش تتصور كونه حكومة وقع أسناد الثقة لها وبعد يخليها تتصرف كما تحب وحتى حد ما يقول لها شنو اللي تعمل وشنو اللي ما تعملش ما كانش مقبول كونه ما نهتمه كان بالدستور وش كونه يرقب الحكومة يلزمها ما كانش يولي حكومة وعندها أغلبية مريحة في المجلس كناش متعمل اللي تحب بحيث هال المهمة الرقبية هي موجودة من البداية وكلفتنا شوية وقت وبش تتواصل مع الحكومة القادمة